كرنيليوس قائد مئة روماني اه اي وسني قال له بطرس كنت واقف اصلي وقت الساعة التاسعة والسؤال هنا لمن كان يصلي وهو وسني كان بيصلي الربنا لما قعد في اسرائيل وهو مش مقتنع بوسنيته فأحب اله اسرائيل وأحب النموس وابتدى يصلي للاله يهوى وابتدى ينفذ الوصية العشرة وابتدى يدي للفؤر والمساكين فعاش النموس لانه غير مقتنع بالوسانية والنموس مش هيوصلوا ليه للخلاص فظهر له ملاك وقال له يا كرنيليوس صومك وصلواتك صعبت لله يبقى كان بيصلي للوسان ولا لله كان بيصلي لله بس مش عارف يعني هو لا تختم ولا حاجة اللي قدر يعمله اقتنع بيه وعايش بيه مقتنع بيه في قلبه قال له صومك وصلواتك صعدت بصوا كلمة صلواتك وصومك صعدت يعني اعمالك سبقتك ودي بقى انا بسميها ايه ولادة مقلوبة ولادة مقلوبة يعني ايه ولادة مقلوبة الطفل لما يبقى مقلوب رجله تنزل الاول قبل راسه وعلى فكرة الطفل بمجرد حتة من جسمه تشم الهواء يتنفس من اين؟ من مناخيره يشرب السائل الامونيوسي اللي ببطنه امه ويتخنق ويموت عشان كده الدكتور يعدله وينزل الرأس الاول وهو بينزل الرأس بيعمل ايه في المناخير والوش ينظف 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 عشان هيتنفس اول ما طلع هيتنفس عشان مفيش حاجة تروح في الرأتين ولا ببطنه علشان كده ايه كلمة ولادة مقلوبة لان المفروض ان انا اروح الاول واعمالي تيجي وراها يقولك اكتب ده الولادة الصحيحة طوبة للذين يموتون في الرب يستريحون من اتعابهم واعمالهم بس ده اعماله ايه تقدمت اعمالك صعدتك وانت في الارض تيجي تقولي طيب لو واحد غير مسيحي واعماله حلوة هتصعد للسماء بس هو مش هيصعد طيب ولما تصعد للسماء ربنا يردهالو في الارض ادعاف لان ما يزرعه الانسان اياه يحصن ان شاء الله ما يكونش مؤمن خالص قال له بقى ايه قال له كلام جميل ابعث الى يافة يافة دي على شط البحر الاقل متوسط وعلى فكرة سميت يافة نسبة الى مين الى يافس يافس ابن مين ابن نوح وكلمة يافس يعني جميل ويافة يعني جميلة قال له ابعث الى يافة هتلاقي عند البحر في بيت واحد اسمه سمعان الدباخ يعني شرح له العنوان في واحد هناك نازل اسمه صفا اللي هو مين؟ بطرس هيقول لك كلام انت عملت اعمال وبطرس هيقول لك كلام به ينبغي ان تخلص كلام بقى الاعمال اه طب الاعمال لوحدها ما تخلصنيش لكن الكلام هيدخلني بالايمان وهتعمد وهبقى مؤمن حقيقي اشتركوا في القناة